على نقيد صورة السلبية الشائعة أظهرت دراسة جديدة بأن ألعاب الفيديو يمكن أن تكون مفيدة بل وقد تحفز عمليات الإبداع الدراسة التي أجرها علماء من جامعة أكسفورد البريطانية توصلت إلى أن هذه الألعاب ليست بالضرورة ضارة بصحة الفرد كما أن الذين يستمتعون خلال اللعب يشهدون تحسنا في صحتهم العقلية نتائج هذه الدراسة تأتي عقب الوصول إلى بيانات ألعاب فيديو شائعة من الشركات المطورة ومراقبة سلوك اللعب عند شبان من أمريكا وكندا وبريطانيا وربطها بالصحة العقلية للفرد المفاجأة الأكبر التي كشفتها الدراسة هي الخطأ الشائع عن تسبب ألعاب الفيديو في الإصابة بالعدوانية والإدمان وحسب علماء جامعة أكسفورد فإن الأبحاث السابقة التي ركزت على أضرار الألعاب الإلكترونية تم إجراؤها بدون قاعدة أدلة قوية وافتقرت إلى الشفافية من صانع الألعاب بل إن الدراسة الحديثة كشفت عن أن وضع الضوابط والتحذيرات على الألعاب أدى إلى حجب فوائد مرتبطة بالصحة العقلية عند اللاعبين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة